السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك يا حباب قلبي عملينا يا رب كله بخير وفي احسن حان جاء لكم فيديو جديد من نهاردة يا رب هنا الاعجاب وبالله عليكم يا حباب يلا مشتركش في القناة يشترك وفعل زر الجرس عشان وصلكم من كل جديد زي ما انت شايفين يا حباب قلبي دي الفراخ والبط اللي كانوا مع بعض انا عزلت كل حاجة الوحدة اسامة القدرة نصطنعت زي ما انت شايفين كده وحطت البط الوحدة والفراخ الوحدة لان البط عنده الاتهاب في الجويب الانفية فانا خفت على الفراخ منهم الفراخ بسم الله من شاء الله حيوتها حلوة جمال جدا لشوهم اي حاجة وانا بقى علي فضلوا دول عالفة اللي هي السمسم مغيرت لهمش العالف لسه عشان يفضلوا ايه ما يحصل لهمش اي تعب ولا كده فانا كان عندي دوام بتاع البشري مدد ضحية وكان عندي علاج تنفسي فحطت للبط منه للفراخ بسم الله من شاء الله البط حلو جدا جدا فارحت بردر الدكتور البطري فقال ايه دان الكس الدواء ده اوبويدوكسي 20% اللي الكس ده ب20 جناه بسم الله مشو الله حلو جدا جدا انا الدكتور قال لي ده هيجب معاك من الاخر جامل والله العظيم وانا هحطهم منه برضو للفراخ هحطهم وقايا مش علاة يعني انا بقى ايه بحصنهم لان البط معهم في نفس المكان متعرفين ان البط تعبان فانا بحط للفراخ برضو وقايا مش علاة بس الفراخ هنا مش فيها اي حال والبط تحسن على الاول كتير انا اخفى بس ان الورا ملوفو كل وراء زي انت شايفون ايه يا حبيبي لعلاج الامراض التنفسية معاك وهو هابدأ احط بقى ده نص معلقة على لتر المي جايب معاكو جيركنها 4 لتر معاكو سققية 4 رتل وبستلي 4 رتل هقسم جيركن على الاثنية كل سققية منهم لترين بس وحط عليها معلقة متاعت الشاي او يا حبيبي بديها معاكو اه هابدأ بقى اجيب السققية بتعطي الفراخ انا احطها نصها مية يا سققية دي ات اربعة رتل انا احطها نصها مية بس هامل المعلقة بتاعت الشاي ده واحطها على ايه على نص السققية معاكو المعلقة يا حبيبي معلقة صغيرة يا حبيبي هضيفها بقى على نص سققية المية زي ما قلتلكو دي وقاية مش علاج وبيبوش معاكو في المية بسرعة وقد بيدوب بسرعة بس هقلبه تقليبه يخف برضو بايدي عشان ما بقاش في ايه اي حاجة ايه لسه في المية عشان يبقى توزع في المية كلها اقلب لهم بقى السققية وابدأ احط البط برضو اخليه ايه يا حبيبي من حضرت الفراغ هون اللي عارفة هون رزي ما قلتلكو حلاب سمسم الفراغ حلوة الحمد لله بتاكل وبتشرب مش فيه اي حاجة واسم جدا هو البط بس اللي كان قلقني بس الحمد لله تحسن على الاول بسم الله ان شاء الله البط اللي كانت في الشوارم الحمد لله خفت عن الاول كتير كتير معتش فاق اي حاجة وربنا يبارك لي ولكو يا رب والامة محمد اجمعين ايه يا حبيبي انا ابدأ بقى حطرهم في المسقة بتاعتهم بدي المسقة بتاعتهم ميت حطرهم فيها طوب عشان ما قلبوهاش مليت المعلقة برضو هادف علها ايه لترين مية زي السققية برضو مش عملها اول النهاية انا اسمت الجيقين دي على المسقتين دي هربعة لتر اسمتوا على السققية وعلى المسقة دي بحيث ان المسقة ما تبقاش مليانة قوي ينزلوا يستحموا فيها وبوزوا الدول اللي انا احطاها في قلب المي انا عزوهم يستفادوا بالعلاج ما يوقعوش على الارض واستحموا في الفاضي لما يخلصوا ارجع حطرهم تاني اوه يا حبيبي هي نصها بس هاي معاكو برده انا جبت دورة فراغ في يوم برده اوه معاكو اوه يا حبيبي دي انا جايب عشان عمل منها انتاج المعاني ان انا محتش عندي اي فراغ في يوم كبير بتعمل انتاج فانقلت اجب دولة ربهم معاكو على القناة زي ما انتو شايفين اهو دولة ربهم انتاج للبيض عشان عمل منهم انتاج في الفقاسة عشان يبقى عندي اي كتاكيت في يوم وبكده انا جبتهم يا حبيبي كان فوقهم تلت فراغ بلدي فراجل قال لي انا مش عايز حقهم يا مولاي انا سايبهم لك فما رداش ياخد حسابه انا مقفز البوكس حلو يلفه بملاياته وبشكاير بيحس ان سايبهم مكان بس تهوية بسيطة عشان مبقاش مكتوم وفي نفس الوقت بقوا متدفيه اهو يا حبيبي الفراغ ده في يوم على وشه ومهاش فرزة ده مش فرزة ديوك ده على وشه يا حبيبي لو انتو شايفين الفرخ اللي انا معلمها دماغه ده اهو اهو يا حبيبي الفرخ ده اهو الفرخ ده كان جاي لبيض من عند جماعة وقالول البط ده كل بط بط قولترون لا البط ده في بط فراغ قالوا لا ده كل بط بط فجئت لقيت طالع فرخ في وسط بط فطلع كلامنا اللي صح مش كلامهم هممه فانا هربي في وسط الفراغ ده لما بقيت البط بتاعهم يطلع عبعتهم مع البط بتاعه اهو يا حبي زي ما انت شايفينه بسم الله من شاء الله فرخ حلم يعشان كان حجم البطة كبيرة فهم ما فكرون هي بطة بطة بس هيو كان بطة فرخة هو حجم كبيرة عن الفرخ التانية بسم الله من شاء الله يعني ربنا يبركلهم فيه ساعة ما بقيت بعضهم يطلع عدهوله اهو يا حبيب ودي كان الفيديو بتاعنا النهاردة باللي علوك يا حبيب اللي مشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس واللايكات يا حبيب قلب عشان يلا ترفع من سوا الفيديو واشوفكوا في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا